اشتركوا في القناة نوم قاعد على السرير في الساعة عايز انام خلاص وبعدين يعني طلبت معايا ان انا لازم العب مرشا كمان فدست عشرة زائد صفر من على الموبايل وانا قاعد واذ يقابلني انترناشنال ماستر اندراس توث بتقييم 2656 لعدت المباراة خلصت اكتشفت ان الرجل ده ستريمر على التويتش وداخل نفسي اتفرج على الفيديو يعني عايز اشوف على الماتش قال ايه مش عارف لازم تعمله سبسكريبشن لازم تدفع يعني مبلغ مش مبلغ كبير 20 جنيه مصرية في الشهر مبلغ بسيط ولكن لازم تدفعهم له عشان تشوف المحتوى بتاعه فمن كتر ما انا عندي فضول اسمع هو قال ايه عن المباراة فانا دفعت ودخلت اتفرجت على الماتش والان يعني مش من السهل ان انت تسمع التعليق بتاعه فانا جبتلك كل الحاجات اللي هو قالها تقريبا وهبلغك بيها جدير بالذكر برضو ان ما ينفعش انزل الفيديو وقطع منه مش عارف اعمل حاجة مندي ابدا حاولت بكذا طريقة اني انزل الفيديو وقطع منه مش عارف ابدا تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع الرجل اللي 2656 الانترناشنال مستر الاسترالي اللي تقييمه الاساسي او الرسمي اللي في الفيدة او في الاتحاد الدولي للشطرنج 2377 انا لعبت هو لعب بيدا ملك انا لعبت استقل لي انك دورف اللي بحبه ووصلنا لحد الفيشر سوزن اتاك بالبيشب سي فور لاين شرب لاين عنيف لازم تقفل الوطر ده يا معلم فبتلعب اي سيكس مش اي فايف بتلعب بس اي سيكس تقفل الوطر ده ولكن لازم تكون حذر جدا لان ساعات بيكون فيه تضحيات على الاي سيكس مزعجة لعب بيشب بي ثري عشان يتجنب نايت تيكس نايت تيكس ودي فايف ارجع القطعة بتاعتي بوضع راي للاسود بيشب بي ثري وانا لعبت المين ثيوري هنا وهي بي فايف وهنا انا بشوف دايمن كوين اف ثري بشوف اف فور بشوف تبييت ما تلعبت ليش قبل كده بيشب جي فايف فانا لعبت بشكل منطقي هقفل الربطة كمان شوية عايز احط الفيل ده هنا ولعب كده واضغط على البيديا الوسطي لعب كوين اف ثري وانا لعبت كوين سي سيفن التهديد ان لو لعب اي فايف انا هلعب بيشب بي سيفن فبيت طويل كل ده حتى الان لو دخلت على الديتابيزي همعلم هتلاقي ان ده تلعب قبل كده مبين هتلاقي بقى الاسف الاسامية تبقى في ظهري لان انا هبقى حطط الصورة بتاعتي هنا الاسف فهتلاقي مثلا اللعيبة 2600 لعبه الشكل ده قبل كده كتير يمكن التهديد الطويل مش اشهر حاجه ايفانشوك وكارياكن لعب ده قبل كده جاشيموف توفي الجرادو مستر جاشيموف ده مع كارياكن قريب على فكرة توفي يعني من حوالي 3 ا 4 سنين رجابوف وتوبالوف لعبه الشكل ده المهم هو بيت طويل وانا هنا بيت يمكن ده كانت غلطة كبيرة لانها سمحت بانه يعمل حاجه انا مش عارفها لما سمعت بقى الفيديو بتاعه لقيت ان الرجل ده لعب الشكل ده كتير وعارف هو بيعمل ايه قال E5 وانا هبدأ اضحي قطعة وزيري في 3 قطع فلعبت بيشب بي 7 ومتوقعتش ابدا انه يسيبي الوزير كنت متوقع مثلا يتزحزح كده ويحاول يعمل حاجة مندي متاته وبتاع لكنه اكل القطعة وانا كلت وزيره اكل قطعة وامقيل اولا كان مشغل موسيقى وقف الموسيقى وقال اتس جانا بي ايوتيوب فيديو يعني الراجل ناوي خلاص يعمل علي كونتنت ويعمل علي بقى حفلة يعني كده ان هو هزمني وهيعمل بقى درس للناس وكده ان هو هزم الراجل ده لانه كان متوقع ان انا هاكل الرخ وهو يقوم اديني واحدة حسان في بيده وانا سلم ليه حسان في بيده تسليم علشان لو اكلت بيديك كش يمشي وبعدين يديك مات اما لو انت مكلتش ومشيت بالوزير فهو هيرقي وزير بمات اما لو رجعت كده فهو برضو هيرقي وزير بمات كش تيكس تيكس خلاص هو معه ماتيريال كتيرة جدا الى ان انا موقعتش في هذا الفخ البسيط ولقيت ترك خد قطعة التالتة بتاعتك وهنلعب بشكل وزير وصوت تلت قطع واللي هيلعب افضل يعني هو اللي هيعرف يكمل اكل بالبيده عشان يفتح لينات على ملكي كلام منطقي جدا وقفل الموسيقى وبدأ يركز خلاص انا كمان قاعد على السرير نايم انا معرفش اي حاجة من دي انا معرفش ان هو اصلا استريمر انا قاعد بلعب من الموبايل انا عرفت كلام ده كله بعد ما خلصت وحبيت حلل لان طبعا انك تلاقي بحد بالتقييم ده اتش سيكس نفس للملك ضروري لان ممكن يبقى فيه تضحيات هنا قوية وتتزنق وتاخد متات في الصفة الخلفي نقلة منطقية اتش سيكس جدا وبستموه مع الانجين رجع باشب اتش فور وهنا لعبت نقلة جميلة الانجين مرشحها النقلة رقم ثلاثة بقت رقم واحد دلوقتي نايت سي سيكس الفكرة البساطة ان انا عايز اخف قطع قدر الامكان لو قدرت اخف قطع قدر الامكان الاتاكينج بوسيبليتيز امكانية الهجوم على الملك بتخف ممكن نبدأ نلعب واحدة واحدة نايت سي سيكس اللي انا لعبتها دي بتقوله مش بس تعالى نكسر لا كمان انا عاوز البيدأ فاخد قرار او لو عاوز تضحي فقديني قطعة من الثلاث قطع اللي انت اخدهم ونكمل انا معادش عندي ماد في الصفة الخلفي انا بهرب يفكر شوية ويقول لينات سليمة ويرجع فيها لينات سليمة ويرجع فيها احد اللينات قالها ان هو يلعب كده ودي فعلا بيستموف على الانجين الفكرة ان انا لو كانت هنا بياكل وبيروح يجوز للرخاخ وبيبهدلني لو لعبت حاجة زي مثلا جي فايف بيضحي وبيديني كيش وبامشي وبيجوز للرخاخ وبيديني مات من هنا حاولت امنعها بيرجع هنا ويديني مات بالعافية فالنقلة دي قوية جدا ومالعبهاش ولعب بدلها نايت تيكس نايت كمان قال رخ دي اوبا ايه يا ابني في ايه مالك قالك دي عليها نايت تيكس من هنا واضي هيبقى وحش جدا دلوقتي التضحية موجودة دلوقتي بيشب تيكس بون تيكس نايت تيكس هيديني كيشة من هنا يعجيني وعايز وزيري تفوق واحد ونص للأبيض في هذا الشكل الا ان لحسن حظي ما شافش التضحية دي ولعب حصان في حصان ونجحت خططي في اني اخف القطع وابعد فكرة الضرب على الايه سيكس ده كتير ما عدش فيه خلص قطع بتتضحى وبعدين املاعب حسب لاين طويل طويل اللاين ده بيقول نايت تي فور وكمان شوية كمان شوية والعاب دي فايف عليه ده اللي حصل في المباراة يديني الكيش انا كانت مش شايفه خالص يعني مش شايف الكيش ده تماما هو شايف كل ده لحد بعيد وانا اكله يجيب فيله هنا عايز يديني متات يديني كيش اروح كده ينزل بروخ بكيش اضطر رجع يبدأ يكشف علي بكيش او يجوز الركاخ هيعجلني ولكن انا لعبت دي فايف ومش حارف هيكمل ازاي لقيته بيديني الكيش اكلت اكل وهنا لازم اهرب بهذا الشكل علشان ما يجيش بالتمبو ويبهدلني فعملت كده فعلا وعارف انه ناوي يعمل سي ثري وبشيب سي تو لكن اللي حسن حظي انا عندي تمبو نقلة مهمة جدا وتديني تفوق في هذا الشكل اخد بالو منها بس كان الوقت متأخر كينج جي سيكس لو رجعت بكيش انا هاكل فيلك اصلا ولو مشيت فانا عندي وقت كافي جدا اني اقفل هذا الوتر عن طريق فايف في هذه النقلة او بالضبط في النقلة دي ام ايل هو اكيد بيسمع البث عشان كده جاب النقلة بتاعت كينج جي سيكس ومن المنصة اللي انا فيها بقوله ان انا ما كنتش عارف ان انت ستريمر اصلا غير لان ما الملتش خلص بالضبط فالمهم رجع فايف كمان كان متوقع اف سيكس واستخبه واحاول اخد البيداء لكن انا لعبت F5 عاوز الشكل يكون صلد قدر الامكان واقفل الوتر بتاع الفيل ده مش عايز حركة بيادة انا عاوز يعني خلاص قفلت الدنيا هاجي كده وحط اللي نخاف في وش راح نكسر افتح لينات على ملكه والعب معنات فوق اتنين فاجاب الرخ في الوسط وانا على طول لعبت بسلموف على الانجين بي فور هفتح لينات على ملكك بدأ هنا يقول انا ما عنديش حاجة وبدأ يكون يائس جدا وبدأ يقول انا كل مقفل الموسيقى اعوك انا زعلان جدا على الجيم يعني كاني ضيعت فور سهل المهم روك اي فايف عايز يجوز على البيدأ فانا لعبت بيدأ في بيدأ عادي جدا امجاوز عاوز يديني رخ وياخد وزيري فاكلت بكش الاول مشي وبعدين رجعت حاملت البيدأ بالملك معايتش عنده اي حاجة خالص معايت افوق سبعة مشيت هنا ودي كانت اخر نقلة وبعدها انسحب التهديد واضح جدا عايز ادي له كش عظيمة من هنا واخد الرخ لو حاول يحميها بهذا الشكل اقوم ادي له واحدة من دي بياكل ادي له كش واخد الفيل وينسحب الانترناشرال مستر صاحب التقييم الفين ستمائة ستة وخمسين الرجل دخل على تين سبعمية طبعا بعد ما المتش خلص انا كنت سعيد جدا حاسيت ان ربنا بعيتلي رزق الفجر كده يعني دخلت سجلت اتفرجت على البث سمعت الكلام اللي هو قاله ولقيت تعليقات جميلة جدا الناس بتقول الرجل ده تقييمه تقريبا الفين في الفيدي يعني الالفين الفيدي ده لعب تقيل يعني وانت بوست المود بتاع الرجل وبوست له اللايف وبتاع فانا مبسوط جدا بالتجربة مبسوط جدا بالمباراة اتعلمت كمان حاجة جديدة عايز اقول لك اتعلمت ايه في المطش ده يعني في نقلة معينة بدل التبييد ده المفروض كنت اقلعب نايت بيدي 7 الا اني كنت قلقان من التطحية برضو لكن الكمبيوتر يقولوا التطحية مش كويسة لو لعب لك حاجة زي كده مثلا فانت بتاكل عادي جدا بياكل تاني بتلعب نايت اي 5 وتكسر مفيش اي حاجة او حتى نايت بي سيكس الكمبيوتر مدي عشان تفضل مغطي الدي 5 او تلعب بيشيب بي سيفن التطحية وحشة هنا لكن التطحية ممكن تكون قوية لو بيشيب تيكس لو قابلتها بتبهدل بياكل وبعدين بيقول لك هاتي وزيرك ويروح ياكل هنا بكيش ويرجع هنا بهدلك مع انت فوق 2 ونص الا ان لو تضحى بالفيل بتلعب برضو نايت اي 5 والشكل احسن شوية ليك خدت مربع الاي 5 بامان الوزير دلوقتي لو مشي مثلا فانت بتاخد قطعة كاملة معادش في تعويض فاحسن لان يديك الفيل وتاكل بالملك او تاكل بالحصان دل اتنين موجودين بس الاكلاب الملك احسن حاجة بعدين يمشي بوزيره ومعاك قطعة زيادة وهنا انا تعلمت حاجة جديدة ثيوري نظرية حاجة ما كنتش عارف لعبها كويس وتعلمتها وتمنى كمان تكون انتو تعلمتها مش عايزة تطولها اطول عليكم الفيديو اعملنا لكات كتير لأو مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة ونشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته